يشهد الواقع الصحي في محافظة ذيقار عموما ترديا كبيرا في الخدمات العامة المقدمة للمرضى مستشفى الناصرية العام أو كما يسمى بالمستشفى التركي خير مثال على ذلك حيث تعالت شكاوى المواطنين بعد مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وعززها الواقع وشهادات الحاضرين موضوع الوصائخة والنفايات جاء يجيبون شركات متلكية شركات وهمية حتى تقود المستشفيات وهي كل شي ما عدها لا عدخل فيها منه انه نظام النظافة شنو ولا نظام المستشفيات شنو اليوم احنا اللي نشاهد المحافظة ذيقار همال واضح من محافظة ذيقار همال واضح من مدير صحي الذيقار اذا ما تصحي عن نفسه كان عن نفسي احتيك اذا ما تصحي اول الناس انا راح اطلع وظاهر ضدك لأن خدمة المحافظة هي انه غياب الرعاية الصحية ونقص الأدوية وعدم وجود العلاجات فضل عن تهالك الصحيات داخل المستشفيات الحكومية والطوابير الطويلة على اجهزة السناري والرنين مشكلات عجزت الجهات المعنية عن حلها لتدفع المواطنة الى الهرولة نحو المستشفيات والعيادات الخاصة طبعا نشوف احنا مستشفياتنا في العراق ابرز المستشفيات الحكومة هي احدها نقص هو المتزمات الطبية الادوية العلاجات حتى رقودك في المستشفى غير مناسب بسبب الاوساق وعدم الاهتمام بهذه المؤسسة الصحية التي تبس المواطن مما هذا يؤدي ويؤثر على المواطن وينطر المواطن ان يذب الى المستشفيات الاهلية والمستشفيات الاهلية طبعا الحقيقة هي كلها تابعة الى المنتنفذين والى السياسين والى العزاب فالمواطن اليوم هو يتجي لمستشفيات الاهلية لان ما عنده وسيلة غير المستشفيات الاهلية المستشفيات الحكومية اصبحت من المستشفيات الرديئة جدا وعدم الخدمة وعدم العلاجات داخلها المستشفيات نوصل رسالة الى الحكومة العراقية والى وزارة الصحابية المستشفيات العراق مأساوي تشهده المستشفيات الحكومية في ذيقار رغم الأموال الطائلة التي صرفت عليها إلا أن الإهمال ما يزال يسود المشهد في القطاع الصحي فيما يشير مراقبون إلى أن عدم حاسبة المقصرين هو أهم أسباب بقائها على هذا الحال لقناة واني نيوز نور سعيدي ذيقار